يعيش سكان دوارولاد بنحمد العريبية ببلدية جليدة ولاية عين الدفلة في عزلة تم بسبب اهتراء الطريق المؤدي إلى سكناتهم وإلى المقبرة تصادف تصويرنا لروبرتاج عن معاناة الساكنة بجنازة لم يتمكن المشيعين من الوصول إلى المقبرة إلا مشيا على الأقدام لمسافة 2 كم بسبب الأوحال شوفنا العذاب اللي نتعذبو فيه بعينك هلاك تشوف رانا فئتين الجنازة بالطنوبينات ما قد تشتفوت وثلاثة كيلو مترنا ندو في غرق كيمية هذي هاي بينا طالبنا همهدها مش ربي إلا صارات وفات عندكش واحد طنوبينات ما تدخلوش الروحو مش مش على الأقدام جنازة ما صارتهم لنفوتوها يا جماعة الخير هاشوفونا هذا الطريق وشوفونا حل كيفاء كيف يدلونا يا الله غالب الله غالب الله غالب شوفونا حل الاهداكم ربي نحس نحوسو على مشاريع كبار كيمة طريق صيار الشرق غربولة نحسن نحوسو على كيف كيمة جنازة تعذروك ما قدرناش نفوتو الميت ما زالت كيمة راح تفرنسا وخلت لك كيمة خلتنا ما زالنا عايشين في الطوب الطريق أقسمو بالله العظيم عندي 53 سنة ما زالي نمشي في التراب رئيس بلدية جليدة أكد بأن مصالحه اقترحت تعبيد الطريق وتسعى إلى تجسيد المشروع على أرض الواقع هذا الطريق هو طريق حيوي جدا يمر حتى للمقبرة تعسيد موسى هذه وإن شاء الله أنا شخصيا وأعضاء المجد الشعب البلدي نسعونا دائما لحل هذا الانشغال قلنا بأخذها في إيطالة اقتراحات وإن شاء الله سنعمل جاهدين باش نجسدوا هذه العملية على أرض الواقع هي صور غنية عن كل تعبير رصدت عدسة شرق نيوز لقرية بعيدة عن أعين المسؤولين توضح مدى معاناة سكان دور العريبية الذين يحلمون منذ عقود من الزمان بتعبيد الطريق فقط شكرا بزنال شكرا